معي من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا سيد ضياء منذ متى كان الراوي يقوم بهذه الأعمال الغير القانونية؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة أنا أعتقد تنظيم داعش خسارة كبيرة بمقتل فواز الراوي لأنه يعد الصندوق الأسود الذي يضم أسرار إدارة الأصول التجارية والمالية والنقدية المتعلقة باقتصاد تنظيم داعش خاصة عملية التحويل وإدارة هذا الملف في خارج العراق وسوريا في اعتقادي أن هذه الضربة القاتلة إلى التنظيم تتسبب بضرر جسيم للهيكلية القيادية المتصدعة طوال الوقت بس لنرجع صحيح تأثير سلبي وضرر سنتطرق إليه طبعا بالتفصيل معي سيد دياء ولكن بالنقطة الأولى منذ فترة طويلة يقوم بهذه الأعمال الغير القانونية أم أنه باتت هذه الأعمال ربما غير المشروعة تكثر في الآونة الأخيرة تزامنا مع خسارات؟ لا إذا تسمحني تنظيم داعش يعتمد على نمط استهلاكي ومصادر تمويل تنظيم داعش تضم الآتي أول شيء تهريب النفط أثنيا السلب والنهب من المتاحف وتهريب الآثار تجارة المخدرات تجارة الأعضاء البشرية تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والألماس أيضا عمليات الجريمة المنظمة اختطاف الرهائن والحصول على فدية أو تحقيق مكاسب سياسية تحدثنا عن هذا الموضوع عن كل مصادر تمويله هذا عذرني ولكن ربما إذا كان هناك تزايد بالآونة الأخيرة مع وضع على الأرض على الاعتماد على هذه النقاط أم لا بس أكمل فكرة سيدية أنه تضائلت؟ نعم تضائلت موارد تنظيم داعش وتسببت بارتباك كبير في إدارة الملف المالي لتنظيم داعش حتى وصلت إلى أنه التنظيم لا يستطيع إدارة الماكنة التشغيلية في الأراضي التي يسيطر عليها بما فيها يعني رواتب يعني منتسبيه يعني بعض المصادر تشير إلى أن يعني عناصر تنظيم داعش بعضهم لم يستلم رواتب منذ نهاية العام الماضي ما راتب منتسب لداعش على أي حال بما أنه ذكرت الموضوع؟ نعم 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 ما الراتب الذي يتقاضاه أي منتسب لداعش سيدية؟ يعني بضع مئات من الدولارات وخفضت في منتصف عام 2016 بعد التجديد من قبل مجلس الأمن والدول والاستخبارات الغربية على مصادر تمويل تنظيم داعش خفضت إلى النصف ومن ثم خفضت إلى الثلث يعني تنظيم داعش يعني عنصر تنظيم داعش لا يستلم أكثر من مئتين دولار وهذه المئتين دولار بعضهم لم يستلم الراتب منذ شهر يعني منذ نهاية العام الماضي تنظيم داعش أنا أعتقد أنه يفر من هاوية وينحدر إلى هاوية أخرى وهو يعني يتعرض إلى ضغوطات جسيمة وكبيرة ومقتل أنا في اعتقادي أن أجهزة الاستخبارات والتحالف الغربي كانت تسعى إلى اعتقال فواز الراوي ولكن يظهر أن المتاح كان هو عملية قتله وهذا يعني اعتقاله بما أنه كما وصفت ببداية حديثك الصندوق الأسود هو الصندوق الأسود وهو المسؤول عن إدارة العمليات المالية والتحويلات المصرفية والأصول التجارية والنقدية لتنظيم داعش في خارج الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش وبذلك فقد تنظيم داعش مصدر مهم مصدر إداري مهم هو طبعا هذا الشخص يوصف بالانتهازي لأنه عمل مع أكثر من جهة عمل مع جبهة النصرة ومع القاعدة ومع تنظيم داعش ولكن مع ذلك تنظيم داعش يعتمد عليه لما يمتلكه من علاقات ومن معلومات بالمناسبة هو المعني بموضوع غسيل الأموال وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وهذا ما تتابعه أو يتابعه خبراء الأمم المتحدة الذين يتتبعون المصادر الخيطية لتمويل تنظيم داعش في محاولة لشل وإضعاف وتنظيم داعش وشل القدرة على القيام بعمليات أرهابية منظمة طيب كونه كان انتهازيا كما قلت دكتور سيدة دياء وكان أنه مع القاعدة مع داعش مع جبهة النصرة وكان يعلم كما فهمت منك يعني أعتقد داعش بهذا الموضوع ولكن أراده بسبب قدرته ومهارته إذا قلنا بأنه أمهر الماليين كما ورد في التقرير لأي درجة هذا يعطينا فكرة أوضح عن الخسارة الكبيرة التي يعيشها داعش اليوم بعد قتله لا تنظيم داعش خسر هذا عام الفاجعة والكارثة والهزائم والانكسار بالنسبة لتنظيم داعش يوم 1-1-2017 قتل أبو عمر التركستاني وهو أحد القيادات المهمة في الصف الأول قتل حامد الجميلي رجل الثاني في تنظيم داعش أبو جنيد الكويتي عمر مهدي زيدان المهاجري في شهر حزيران أنا أعتقد تنظيم داعش يعاني الآن من احتمال انهيار دفاعات هذا التنظيم خاصة بعد انكشاف أن هناك محاولات لهجرة معاكسة باتجاه أوروبا واتجاهات أخرى وهذا ما كشفت عنه المخابرات الغربية وما احتجاز استيفان أرستيدو في تركيا وكولب كيلمان الأمريكي من ولاية فلوريدا وبعض الأرامل لتنظيم داعش في تركيا واكتشاف خلايا أيضا تقوم بتهريم هؤلاء إلى أوروبا في اليونان وفي هنغاريا دائما عن هذا الموضوع شكرا لك عذر من انتهى وقت الحاجز دياء الوكيل خبير في الجماعات المتشددة شكرا لك كنت معنا من بغداد شكرا لك